النهاردة هنتكلم عن هذه المنظومة ورؤية نقدية لها بحيادية تامة مع الكاتب الصحفي الكبير والنقد الرياضي صديق العزيز الأستاذ جمال الزهيري اللي بسعد بصحبته في هذه الليلة مرحب بيك سيدنا مرحب بيك سيدنا ماشكورك هتربيت الدعوة يعني لا بالعكس وأنا سعيد جدا سعيد على الأقل أن نتقابل اللي بقى هالي سنين ما تقابلناش يعني نحرك صديق عزيز وكاتب مبدع في شنين في مصر بيختلفوا على حضرتك الحقيقة لوحدة بيكون في حضرة أبناء مصر المخلصين بيكون في قمة السعادة لا أنا شايف كمان والله النادي الآلي يعني أحسن صنعا مش مجاملة لك والله باختيارك كمتحدث يمكن لرسمي لأن أنت عارف بتقول إيه وإمتى تتكلم وإمتى ما تتكلمش ما عندكش حب الكلام في أي وقت لأن أنت أصلا ده مجالك فمسألة بالنسبة لك ما من كثرة كلامه وكثرة لغته وبعدين النادي الآهل حي عنده منظومة إعلامية ما هو ده بالزبط المدخل اللي أنا عايز أتكلم فيه أنه حتى أدائك كمتحدث رسمي داخل في إطار نفس القيم بتاعت المنظومة اللي احنا متعودين عليها في النادي الآهل من سنين من زمان يعني قبل حتى يمكن أنك تاخد شهادة الآيزو في الإدارة صحيح في الإدارة الإدارة الأنمية كنا دائم الإشهادة بإدارة النادي الآهل بالزبط يعني كلنا ما فيش ولا واحد اختلف على أن النادي الآهل هو سر انتصاراته ونجاحاته هي الانضباط الإدارة الانضباط الإدارة صحيح لأنه دائما نقول إيه هي إدارة مركزية ولكنها أيضا بتعطي استقلالية لكل الجهات يعني إنت لو في أي حد عنده شكوى من حاجة لا يتخطى الرئيسه يعني يعني بيبقى مثلا فيه قطاع كرة القدم نادرا لما تلاقي لا 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 خلص هو أقصى مدير الكرة بالزبط كده فهو السقف بتاعه مدير الكرة وهكذا في كل القطاعات ويمكن ده أنا برضو واحد من الناس اللي عيشتها في النادي الآهل من بداية التمانينات برضو لما كنت في مجلة النادي الآلي وكده لسنوات طويلة كان ده هو كابتن الله يرحمه الأستاذ عبد مجيد نعمان كان هو سقف التعامل الزمل الصحفي الموجودين في المجلة بالزبط يعني كل الناس اللي في المجلة تعاملاتهم مع مين مع الأستاذ عبد مجيد نعمان اللي هو حتى ممكن ينقل مشاكلنا والحاجات اللي احنا بنعاني منها بأي شكل لمجلس الإدارة لمجلس إدارة المجلة ومجلس إدارة المجلة تنقلها إلى مجلس إدارة النادي فهو ده السيستم اللي ماشي ويمكن هو ده اللي عليه كان سهلا قوي إنه النادي الآلي ياخد شهادة لأيضا أصلا الإدارة كمان ما ماشي فهلاوة يا سوز جمال الإدارة علم وفني يعني زي ما تعلمنا زمان في الجمع طبعا هي الإدارة ده علم بيدرس بس أنا بشوف إنه هو موجود من قبل ما يدرس موجود من خلال القيم اللي متفق عليها بلا علم يعني يعني اللي هو بدون ترتيبات لا هو ده سر النجاح والله ما بقول هذا الكلام موجاملة بقوله في كل مكان مش بس في قناة النادي الآلي لأنه هو دي الحقيقة اللي إحنا لابد الناس كلها تعترف بيها وإنت بتاخدها كمان يا بسو الشريف من على لسان اللي مش منتمين للنادي الآلي صحيح يجو يكلموك دايما يقول لك آه في إدارة في سيستم في نظام ولذلك الناس ما تزعلش مفروض يعني لما حد بقى من الناس اللي بتتدايق شوية أما تيجي تقوله قيم النادي الآلي يقولك يعني إيه قيم النادي الآلي لا ما هي معروفة قيم النادي الآلي معروفة هو بالمناسبة بس جمال وعفوا لمؤطيتك يعني أحيانا يعني بنتكلم عن قيم ومبادئ النادي الآلي أنا في تقديري وحدك تصحح لي أنا دايما بقول إن هي مجموعة من المواقف صبت والمبادئ والمبادئ المواقف أولا اللي اتخذتها الحقيقة القيادات المختلفة للنادي خاصة رؤساء على مر العصور من قرارات تربوية من تأكيد لقيم تسامح ومحبة من انضباط من من كل رئيس نادي وكل رئيس قطاع أضاف لهذه المجموعة فأصبح عندك دستور غير مكتوب هو بيمثل ما نسميه قيم النادي الآلي هي قيم أو تصرفات أو قرارات مبنية على تصرفات ومتورثة منذ عشرات سنين ترجمة نانسي قنقر